تراجع النشاط الاقتصادية الأوروبية في أغسطس للشهر الثاني على التوالي وسط ضخم المتزايد بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا هذا وانخفض مؤشر ستاندر أند بورز لمدير المشتريات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له في 18 شهر بينما أضر ارتفاع الأسعار بالطلب على الخدمات وإمدادات التصنيع كما تراجع مؤشر مديري المشتريات من 49.9 من 10 في يوليو إلى 49.2 من 10 في أغسطس حذرت توكالة ستاندر أند بورز للتصنيف الاقتماني من انكماش للاقتصاد الفرنسي في أغسطس الجاري حيث يعد الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصادات أوروبا منوهاتا إلى أن أوروبا بأكملها على شفى الركود وستدخل هذه المرحلة إذا استمر الصراع في أوكرانيا وأشارت أيضا إلى أن الانخفاض في النشاط العام يرجع بشكل رئيسي إلى الضعف العام في الطلب نتيجة لذلك وطباطئا لنمو التوظيف مما يعكس أيضا مزيدا من التراجع في الثقة أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيرون باول أن المصارف المركزية في كافة أنحاء العالم تقوم برفع الفائدة لمكافحة تضخم هذا ورفع الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أربع مرات منذ مارس الماضي وتتجه الأنظار إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 21 سبتمبر المقبل حيث يطرح رفع حاد آخر لمعدلات الفائدة بنصف أو حتى 34 نقطة مئوية يواجه العالم مرحلة جديدة وتضخما يأكل كل الثروات العالمية ولهذا السبب يعتزم محافظ المصارف المركزية في العالم عقد اجتماعهم السنوي الكبير آخر أيام الأسبوع في مدينة جاكسون هول بولاية وايمونغ الأمريكية الاجتماع يأتي لبحث رفع معدلات أسعار الفائدة في مواجهة موجات التضخم القياسية والمتتالية ولتجنب دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود هذا وتتجه الأنظار إلى تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جرون بول حول الخطوات المقبلة التي سيقوم بها المصرف المركزي الأمريكي ويوقد الاجتماع في الوقت الذي تشدد فيه المصارف المركزية في كافة أنحاء العالم تقريبا سياساتها المالية لمكافحة التضخم وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن عرقلة الانتعاش الاقتصادي نتيجة الأزمات الجيوسياسية التي سببتها العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والتصعيد العسكري الصيني حول تايوان بعد أشهر قليل من الانفتاح الذي شهده الاقتصاد العالمي تدريجيا بعد أكثر من عامين من بداية جائحة كورونا التي شلت الاقتصاد العالمي وكبدته خسائر بمئات المليارات من الدولارات وعرقلت سلاسل التوريد العالمية هذا ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أربع مرات منذ مارس الماضي وتتجه الأنظار إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في الواحد والعشرين من سبتمبر المقبل حيث يطرح رفع حد آخر لمعدلات الفائدة بنصف أو حتى ثلاثة أربع نقطة مؤوية في حين بلغت معدلات التدخم في الولايات المتحدة 9% في يونيو الماضي في رقم قياسي لم تشهده الولايات المتحدة منذ أربعة عقود وهو معدل تجاوز توقعات محافظ البنوك المركزية وتقلص الناتج المحلي الداخلي الأمريكي في العام الحالي بما يتوافق مع تقارير تفيد ببداية رقود متوقعة رغم أن خبراء يستبعدون إمكانية الركود في الاقتصاد الأمريكي بسبب صلابة سوق العمل الأمريكي وبلغ معدلات البطالة 3.5% وهو ما كانت عليه قبل جائحة كورونا وفي منطقة اليورو وصل ارتفاع الأسعار إلى مستوى قياسي جديد وهو 8.9% بينما سجلت بريطانيا معدلات تضخم بلغت 10.1% وسط تقارير وتصريحات مسؤولين بريطانيين استبعدت حدوث الركود الاقتصادي قال رئيس كوريا الجنوبية بأنه سيجري استعدادات شاملة لمنع حدوث أزمة مالية أخرى وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين كما أكد أيضا أن بلاده لا تزال تواجه مخاطر التضخم بسبب خفض روزيا لإمدادات الغاز إلى أوروبا مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى وعدم اليقين المحيط بها زاد من تقلب الأسواق المالية واحتمال حدوث تباطئ للاقتصاد العالمي